حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن رواحة أنه قدم من سفر ليلا فتعجل إلى امرأته فإذا في بيته مصباح وإذا مع امرأته شيء فأخذ السيف فقالت امرأته إليك إليك عني فلانة تمشتني فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا حدثنا يعمر بن بشر حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت سنان بن أبي سناء قال سمعت أبا هريرة يقول قائما في قصصه إن أخا لاكم كان لا يقول الرفث يعني ابن رواحة فقال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الليل ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكفرين المضاجع أرانا الهدى بعد العم فقلوبنا بهم قناة أن ما قال واقع لأقع ابن رسول الله ترجمة نانسي قنقر